السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين اليوم تقنيات فن البتك في هذا الدرس ان شاء الله نتعرف على طريقة عمل هذا المفرج باستخدام فن البتك وتقنياته احد تقنياته بهذا الشكل اللي امنى اتمنى طبعا اذا استفدتم من الفيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. ما نرى مع بعض العدوات والخيمات التي نستخدمها عندي هنا نستخدم الوان الكريليك ممكن الوان الصغيرة هذه او الوان الكبيرة او الصبغات طبعا لما في الوان الكريليك. عندي ايضا هنا طر خشبي وقطع من القماش وان القماش هلا يكون قطنة او حرير. وانا نستخدم معنا ايضا السخان ويكون عندنا اوعي بعض الاوعية وشمع اي شمع عادي ويمكن استخدم معنا ملعقة واناء يكون عميق بالشكل هذا وكوب او كاسات او اي شيء نضع في الصبغات. عندي ايضا هنا دبابيس هنحتاجها في تثبيت قطعة القماش على النور الخشبي. هنشوف وايضا نستخدم الفرشاء او الملعقة في وضع الشمع. اول شيء نضع قطعة القماش بهذا الشكل ونضعها على الاطار الخشبي. وابدأ اثباتها من الاطراف. باستخدام الدبابيس هنضع الاول على الاربع زوايا. وبعد كده طبعا بشدة جيدا. من الوسط بالشكل هذا ايضا. فبعن كل دبابيس هنضع دبابيس اخر. وفي الجهة المقابلة هنبدأ نشد بشكل جيد. بحيث ان القماش يكون مضبوط معي وقدر اضبط التصميم عليه. نبدأ نرسم التصميم مباشرة على على القماش. او ان طبعا لما عندي القدرة نرسم بالشكل هذا. ممكن اكون مجهز تصميم واشوفه باستردام الشفاف او الكربون على قطعة القماش. بس يفضل ان يكون بخط خفيف. زي احنا شايفين كده بقلم ورصاص يكون افضل. بحيث انه ما يظهر بعد كده ما نضع عليه الشام. بعد ما نتهينا عمل التصميم بابدأ اجيب الشامع واجه هزوه. طبعا هنجيبه نقطع وقطع صغيرة ونضحن باي شيء. ونضع في هذا الصحنة او اي وعاء عندنا. بعد كده هنضعه على ماء مغلي. يعني هنجيب الوعاء الثاني ونضع فيه الماء المغلي. واذا نضع نخلي هذا يسخن الى ان يذوب هذا الشامع. هنا هنجيب السخان بهذا الشكل. وممكن نضع اه داخل هذا الوعاء ماء مغلي. وايضا هترك الشمع فوقه بالشكل هذا. اهم شيء ان الشمع لا يلمس النار. الشمع بيزيح بالشكل اللي احنا شايفينه يذوب كأنه ماء. بنبدأ استخدام واستخدام الفرشاة والملعقة واي شيء او قمع الرسم. هنا باستخدام الفرشاة باخد منه كأنه باخد من لون عادي وزع على قطعة الالف كماش حسب التصميم الموجود عندي. بمشي على التصميم. باستخدام الفرشاة. بالشكل اللي احنا شايفينه اعمامنا هاته. طبعا واز نحن نتعاركة الرسم تصميم كخطوط بالشكل هذا. اعتبر تقنية من تقنيات البتك. والبتك از احنا عارفين انتقل المنطق مجاورة لدولة جاوة. عن طريق طبعا التجارة. فالتجارة هذه تعتبر بطنك لثقافات كثيرة. من ضمن طبعا الصناعة والفن ايضا. بنبدأ هنا نضع السبغات او الالوان داخل الوعاء ويكون فيه قليل من الماء. هنا الوان اكريليك وبخلطها بذوبها بشكل جيد في الماء بصدام فرشاة. بعد كده اه هبدأ الوان طبعا ايضا زي احنا عارفين تقنية من تقنيات البتك ان هنا ابدأ الوان باستدام الفرشاء. اه وفي ايضا تقنيات اخرى انها اغمس القطعة القماش في اللون او الصبغة. بما ان في تصميم يبقى اذا الافضل انها لونوا باستدام الفرشاء يكون افضل. الافضل ايضا كده الولان للشكلة الصحية ابدأ الوان في اللون مه لب wow¡ عمل رواي! ا اضعه الوان con متجورة مع بعضها متداخلها بشكل عشوائي حيث نضطني شكل جمالي أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر وتضع نانسي قنقر عن تصميم و كده كنت خلصنا من من الشمع الموجود في الشكل او على قطعة الكومش زي احنا شايفين كده الشمع كله خلاص اختفى بنادأ طبعا نوكن نعمل لعملية اخراج للشكل حسب زي ما احنا عاوزين فهناعمل على شكل مفرش بهذا الشكل لعملية اخراج باستخدام الشرطة الستان ممكن اخيطها وممكن اثبتها كشكل ديكوري فقط باستخدام مسدس الشمع شكرا 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 وكذا الشكل النهائي للعمل الفني بتاعنا اتمنى اذا استفدتم الفيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته